المغرب هتواجهه منافس اللي هو المنتخب الكاني المنتخب الكاني بس عشان هدي بريف أقول المباراتين هو بدأ المباراتين بشكل كويس جد وعنده منتخب معقول جد بس في المباراتين خسر طبعا فالوضع بالنسبة للمغرب يبقى عاملي ازاي ما احنا هنقولك احنا هو ليه كسب ليه أداء جيد وليه حصل عضار بالجزاء أمام بلجيكا وهدد مرمى منتخب بلجيكا وكان هو الأفضل أمام بلجيكا وده ممINTخب الكرواتي نفس القصة وسجل في الدقيقة التانية أمام المنتخب الكرواتي أفانسو ديفز وليه بعد كده تراجع وإيه المبايزات وإيه العيوب خلينا نبدلي أول حاجة بتشكيل المنتخب الكندي ده تشكيل المنتخب الكندي اللي حول طريقته لل4-4-2 يا كريم أمام المنتخب الكرواتي عشان كده هجمه كان كاسح أمام المنتخب الكرواتي خاصة العناصر اللي أنا أقولك أسامي الرباعي ده تحديدا بو كران كلوب بروج ومقدم مستوىات كبيرة جدا معهم أفانسو ديفيز نجم البايرني مونيخ لارين هداف التاريخي لمنتخب الكندي وجانسون ديفيد نجم للرباعي ده يعني كل اسم يقوله رقم 11 و 19 و 20 و 17 الجناحين وال 2 فراودة اللي موجودين دول أخطر أربع لاعبين وعلى منتخب المغرب ونشرح ليه الحظر منهم خاصة في بداية المباراة تحركات سرعة خفة رشاقة الرباعي ده هم كل نقاط قوة المنتخب الكندي نبتدي ونقول المنتخب الكندي أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم بيقف إزاي لو المنتخب المغربي هو اللي طالع بالكورة بيقفوا إزاي عشان يوجهوك اللي بيعملوا بقى المنتخب المغربي وعملوا مع المنتخب البلجيكا هم بيعملوا مع المنتخبات اللي لعبوها سواء المنتخب البلجيكا أو المنتخب الكرواتي لما بيكون الكورة مع رجل السنتر باك دايما بيبتر يعملوا مجموعة مين المجموعة احنا قلنا أربعة أفونسو ديفيز وآخر لعيد في الصورة اللي احنا مش معلمين عليه لانه مش داخل في الضغط وجونسون ديفيد و لارين الاتنين المهاجمين بيقفوا بشكل قطري بوكانان بيقف الناحية التانية ناحية اليمين في اتجاه الكورة لو الكورة دي طالعة من عند لوفرين يا كريم هوريك في الصورة اللي بعدها انه اللي بيضغط وبيطلع يقفل مكان بوكانان كده ناحية الشمال هو أفونسو ديفيز هو اللي بينزل ناحية الشمال تحت مع ضغط بتاع لارين ودونسون ديفيد الضغط القطري اللي بيتقفل به تماما كل زوايا التمرير عفوا عشان ما يحصلش الاختراق من العمق لكن المنتخب الكرواتي كان زاكي جدا كان بيطلع بالكرة بالشكل ده ووريك في القطة اللي بعد يوريني الفريم اللي بعده هنا يا كريم لما الكرة بقى راحت الناحية التانية قلت لك الملعب يميل ازاي لما الكرة تروح ناحية اليمين بتاعة المنتخب الكرواتي المنتخب الكندي بيبطل يضغط من ناحية دي فمهم جدا في البلدت في المنتخب المغربي انه يحصل الطلوع بالكرة بشكل سريع بشكل دقيق للهروب من الضغط ده لان ده اللي هيخليك تعمل التدرج بشكل جيد بعد كده وتعمل عملية بناء الهجمة مهم جدا دور الثلاثي بتاع وسط الملعب بص يا كريم هنا رغم وقوف الثلاثي باس واحد اتضرب بيه الثلاثي دول لانك باسة دقيقة من دان لوفرين راحت لمين بقى نجم المنتخب الكرواتي لوكا مودريتش واللي كان مفتاح من مفاتيح فوز المنتخب الكرواتي اللي هو هنا الدور ده هنروح على اتنين اللعيبة في المكان ده بيقف في المنتخب المغربي عز الدين اناحي ومن ناحية التانية اللعيب اللي ناحية التانية بيقف سليم املاح وتحت مكان بروزوبيتش بيقواقف فيه نجم المنتخب المغربي واللي شايفه نجم الجولتين شوفيان امرابط فالثلاثية دي شبه الثلاثية بالزبط بتاعت المنتخب المغربي دايماً تحركات عز الدين أناحي وسليم أملاح هي اللي هتدي الزوايا تمرير رغم ضغط المنتخب الكندي مهم جداً التحركات تقوم بين الخطوط بالنسبة لعز الدين أناحي وسليم أملاح في المنطقة دي وراء الرباعي الأمامي بتوع المنتخب الكندي وأمام الاثنين سواء استوبينان أو هاتكنسون الاثنين اللي بلعبوا في وسط ملعب المنتخب الكندي روح بقى ونشوف المنتخب الكندي بيطلع إزاي بالكورة بص يا كريم استاكيو ده لعيب وسط الملعب اللي بلعب مع هاتكنسون بص إحنا معلمين عليهم استاكيو واتكنسون الكورة هنا دول اتنين سنتر باك فيتوريا السنتر باك اليمين ميلر السنتر باك الشمال طيب قولي بالألوان تاني طيب عشان الأرقاء الأسماء والأرقاء ممكن تبقى شوضها لنفس بص اللعي بفرجل الكورة يا كريم اللي معمول منه السهم الطويل ده السنتر باك اللي هيعمل الطولية القرية بتكررت أكتر من خمس مرات في المباراة استاكيو ده اللي عيب وسط الملعب اللي في الوسطى عاملين عليه سهم بالعرض ده بيتحرك ينزل لتحت عشان يسحب مع مودريتش وبروزوفيتش يقفلوا زوايا التمرير ليه بيعمل الحركة دي يا كريم وبيتكررت أكتر من مرة عشان في بناء الهجمة هاتل الفريم اللي بعده بص الكورة دي هتروح فين عشان في بناء الهجمة استاكيو هنا لما سحب آخر لعيب في الصورة يا كريم اللي تحت المعين اللي باللول الأحمر تحت فيه لعيب لابي سيسود ده أستاكيو لما فتح كده اتفتح المربع ده كله عشان الكورة تروح لجونسان ديفيدز اللي نزل يستلم من وسط الملعب فحزاري المنتخب المغربي وفي بناء الهجمة المنتخب الكندي ما يتمشي الإفراغ بالشكل ده شايف سبيس قد ايه بعد ديفيدزا كريم لسبيسي حصلت بباسة طولية وحيدة استلم جونسان ديفيدز في وسط الملعب بعد التريك اللي اتعمل بخروج استاكيو عشان يفتح زاوية التمرير لجونسان ديفيدز في وسط الملعب اللي يبتري بعد كده يعمل الهجمة المنتخب الحملة دي كلها اللي انت مشارع عليها دي المنتخب الحملة دي اللي هم فضوها لما اللاعب بتاع كندا عشان الباس يروح بدون اكتران خادل اتنين الكروات عشان هم قافل وضحك عليهم خلاهم يقفلوا زاوية التمرير بس هو في النية أصلا ما كانش يبص الحركة بتاع استاكيو هنا العيب بتاع بورت والعيب موايز جدا في وسط الملعب اللي نزل ساحب ده فضة زاوية التمرير لجونسان ديفيد فعلى المنتخب المغربي الحذر ما يععش في التريك دي تاني حاجة ما يفضيش كل المساحة دي لان هوريك بعد كده في نقاط قوة المنتخب الكندي هم اتحركوا ازاي اللي بعد الفريم السورة اللي بعدين بصة كريم احنا كنا بديتكلم على المساحة وتفريغ المساحة من الكرات وطولية اللي بيعتمد عليها المنتخب الكندي بشكل كبير دي كرة من بوركن حارس مرمى المنتخب الكندي بصوال الكرة الطولية دي هتروح في ي نيلا دحlist المنظر كريم اللي فريج لكور. اه. ده الراس الحربة الاساس. ده نازل وسط الملعب. بيعمل الخلخلة. فكرة لما قلنا راس المهاجم دايما في فكرة انه بينزل وسط الملعب عشان يسحب معاه واحد من السنتر باكات او الاتنين السنتر باكات ينزلوا معاه. نزل واستلم عشان يفضي مفاجئة كندا في البطولة ببوكنان. هو اللي هيطلع ويعمل الكروس. كمل الفريم. بالزبط. بص المساحة لما بتتفرغ بتديك لتمرير. وفرص لهجمات خطرة بشكل اكبر. بوكنان هيطلع من الناحية دي. بص الرجل اللي استلم فص الملعب عيروح فين? الفريم اللي بعده. بص دخل كمل بص الرجل ده كله عامل ده اللي بعده. اللي بعده. دخل سحب معاه المدافعين. اتعمل الكروس كمل. بص بقى اخر اللعيب قبل الفريم اللي جاي. ارجع تاني ارجع تاني. اخر اللعيب ده الجناح الشمال يا كريم. هم. بص داخل فين? بص داخل فين? جاي من ورا. ودايما الرقابة اللعيبة اللي قادمون من الخلف صعبة واصعب بكتير. دخل وكمل وعمل التكوف طبعا مستحيل انك تعمله. وهو عامل اللعبة من الحركة. ويطلع ياخد التكوف ويسجل الهدف للمنتخب الكندي. دي واحدة من الكرة اللي قرأت مباراة ملجيكا في الشوط الاول. لكن لم يوفقوا بالتسجيل. واحدة منها احتصف منها ضربة الجزاء استكملت الكرة واحتصف منها ضربة الجزاء. وتكررت مرة تانية في مباراة المنتخب الكرواتي بعد شوية هوريها لك برضو. لكن لما يفلحوا فيها في التسجيل. لكن طبعا بعديها بشوية. اقول لك بقى نقاط الضعف الكتير جدا. روح للفريم اللي بعد. حالو. الفريم اللي بعد. طيب. بتلك هم بيعتمدوا على بوكنان. مفاجئتهم في البطولة. ليه? فونسو ديفيز بيخش يكمل جواهة 18. بتونسان ديفيز بيكمل جواهة 18. لارين بيكمل جواهة 18. في بيعتمدوا على الخروج من ناحية اليمين. دايما علشان يتعامل منها الكروس. كمل. كمل الفريم اللي بعده. ده هنا الرجل الباكري من جونستون. راح حطاها برضو البوكنان. كمل الفريم اللي بعده. تحطي ديفيز مباراة المنتخب البلجيكي. بص الكروس كريم. ودخل هنا دايما الاختراق. وفي كساف. جونستين ديفيز. الله ينور عليك. دي كانت النقطة التانية. اننا هنا الكرة عملت بسرعة جدا من ناحية اليمين. وفي خمس لعبين في الكادر الهجومي. صح. من اقصى اليمين لا اقصى الشمال. الرجل بيعمل الكروس. اتنين على التمنتاشر. واحد قطعة القريبة. هجمة مسالية. برضو جاء من ين. المساحات. وسرعة الحركة والتصرف بالكورة. مميزين جدا. هو دلوقتي حرفين. اربعة كندا في منطقة الجزاء. اربعة بلجيكة في منطقة الجزاء. فده. فدي كسافة هجومية عبقرية. طبع لا امتكار مرة واتين وتلاتة. صح. بس اقول لك ده بعد كلا. عاقب والسيائي في نقاط الضعف. دي اتقطعت طبعا مراجل دخل اقطع من قريبة. لكن طبعا حطاها جنب العرضة. ده برضو في مباراة المنتخب البلجيكي. اللي بعد. اللي بعد. يلا الفريم اللي بعد. قلنا يا كريم. التحرك في التشانلز. التحرك على الاجناب. التحرك من رأس الحربة بينزل يسحب. حط القرى بعدها على طول. وديني الفريم اللي بعد. نفس الكلام ده كله كل كله في المونديالة كريم. كل الشغل ده في المونديال. عشان كنا نقول لمنتخب الكندي عنده رقاط قوة. هنقول لانه رقاط ضعف. لكن عنده رقاط قوة كتير فلا يستهم به. اللي بعده. برضو نفس التفريغ بيحصل. الكرة تتحط من ناحية مين كمل كمان. برضو يا كريم. اربعة في الكادر الهجومي. بص بقى هنا يا كريم. دي واحدة. يعني خلاص قربنا نخلص الحالات. اللي فيها نقاط قوة. وهو رجل يتخذ زي. بص. ده المنتخب البلجيكي الكبير المنظم. دايما بيدخل الفونسو ديبز. يروح داخل لجوة. وكاسر. كمل الفريم اللي بعده. بص كريم الكرة دي هتعلق فين. بص. برضو كسافة هجومية. اربعة جوال تمنتاشر. والكرة تحطت في ضهر مين? هنا. نصير مزراوي. لو هو لا يكون موجود. او ايه حياتيات الله? دايما خلي بالك من التغطية العكسية. خلي بالك من الكرات اللي هتتلاعب في ضهرك. لان هم بيجيدوا تماما. الجناح بيعملها برجله العكسية. ويدخل يعلقها على البعيدة. اما انها بترجع تاني بالعرض. او بتحط على طول فرمار مهات الفريم اللي بعده. بس دي كمل كمان. فريم طلع الرجل خادها طبعا. منتهى البساطة. الفريم اللي بعده. بس هو ده اخر واحد. طيب. هي ده اخر واحد. دي برضو الطريقة التانية اللي بيجيب بها الشغل المنتخب لك. الحذر. لازم الحذر خاصة في بداية المورد. فضلك. عزيم. دي النقاط الاجابية. طبع. هجيلك بقى او نقاط الكوة.